اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة امبارح خدنا فوز المصري الملحمي الكبير على فريق نهض البركان خدنا تعادل مزمي مع بيرامز تكلمنا عن هذه الامور كثيرا ولكن كان فيه موضوع مهم حابب اتكلم عنه هو موضوع مش موضوع لحظي بس ممكن نتكلم عنه في اي وقت عشان كده هتكلم عنه دلوقتي سريعا قبل ما استقبل ضيفي الكريم الاستاذ خالد درندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لقوات القدم في تصريحات مع الاعلامي الكبير كابتن احمد شبير على الراديو قال اشياء مهمة جدا بخصوص كواليس رحيل كارلوس كروش عن منتخب مصر وتعيني كابتن ايهاب جلال حاسبني من كل الكواليس دي وقفت عند نقطة في منتهى الاهمية في منتهى الاهمية قال ان كارلوس كروش كان منزعج جدا ان الاتحاد المصري لقوات القدم مردش عن انباء فسخة تعاقده قال ان هو كان خايف لما رحت الكاميرون ان انا كن جاي عشان اتناقش معاه في تفاصيل التعاقد والشرط الجزائي عشان نفسخ معاه العقد قال تفاصيل لها علاقة بعدم احساس الرجل السابق على رأس الجهاز المنتخب الوطني بالامان ما كانتش حاسس بالامان ما كانتش متطمن كان حاسس الاتحاد المصري مش حمي ودي نقطة ساعتها انا اتكلمت عنها انه الاتحاد لازم يطلع ويرد ويقول الراجل لم يكمل معانا في اي ظروف وفي اي قصة فاكرين وقت لما خسر المنتخب المصري في المبارد اولا امام المنتخب النجيري طلعت تصريحات من اتحاد الكرة المصري من اتحاد الكرة المصري تحديدا من الكابتن عامل حسين وقتها قال انه الراجل الشرط الجزائي في عقده كبير او ضخم فحصل كلام انه حيمشي هيقعد طب هيعرفه يمشوه ولا مش يعرفه يمشوه هتحصل مشكلة ومش تحصل مشكلة ده الراجل هو بيلعب في كاس الامام الافريقين طيب انت ليه بتقولي الكلام ده ما خلاص الراجل مش ولا انت بتنتقد اصلا لا مش منتقد كمان انا بس عايز اقول ان الكابتن ايهاب جلال المدير الفني المنتخب مصري الحالي بمجرد الاعلان عن تعيينه رسميا المدير الفني للمنتخب انتقادات اشعاعات بعدم تواجده في المنتخب الفترة اللي جاية اشعاعات انه هو عايز يكمل معبرة من زي مش عايز يدرب منتخب مصري اشعاعات 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 هنا دور اتحاد الكورة المصري طول الوقت لازم يدافع ويؤمن المدير الفني للمنتخب ضد اي اشعاعات لازم يحس المدرب انه محمي من اتحاد الكورة طبيعي انه اي مدرب لاي منتخب في العالم يتعرض دائما لانتقادات لو ما كانتش بيكسب طول الوقت هينتقد يعني لو كسب كتير وخسر المباراة هينتقد قبل ما يشتغل زي كتبت لقى بجلال كده هينتقد ده بقى دور اتحاد الكورة عشان تحمل مدرب بتاعك ما يحسش طول الوقت انه هو مش في امان طول الوقت حس ان انا همشي فعلا طول الوقت حس انه اتحاد الكورة ممكن يتأثر بالضغط الجماهيري فممكن يمشيني لازم اتحاد الكورة طول الوقت يطلع يقول الراجل مكمل معانا لنهاية عقده عنده مشكلة مع الجهاز المعاون مفيش كلام انه عنده مشكلة مع لاعبين اطلع انت انفي هو مش المفروض يتكلم اي مدير فني المنتخب مصر سواء كان كلوس كروشا ولا قابله او الكابتن قاب جلال ده دور اتحاد الكورة المصري انه دايما يحسس المدرب بتاعه بالامان دي نقطة